بدت وسائل أعلام إيرانية بإسقاط أنظمة الدفاع الجوية لثلاث طائرات مصيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلد ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من شرن إيران هجوماً جوياً على إسرائيل باستخدام عدد من طائرات المصيرة والصواريخ مع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتفاقم يوماً بعد يوم مخاطر تساع رقعة صراع لا تحمد عقباه الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أطلق العنان لمسلسل الردود المتبادلة فشنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل لتعود الأخيرة وتؤكد حقها في الرد على الهجوم بضعة أيام فقط كانت كافية لتؤكد وسائل علام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع أهداف تأكد فيما بعد أنها مسيرات صغيرة لافتة إلى سماع دوي ثلاثة انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة الهجوم الذي بدى مدروساً إلى حد بعيد أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتسبب في أضرار لأي من المواقع النووية في إقليم أصفهان وهو ما أكدته أيضاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددة على أن المشاءات النووية ينبغي أن لا تكون أبداً هدفاً في الصراعات العسكرية يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن إيران لم تتعرض لأي هجوم خارجي مضيفاً أن النقاش في طهران يميل أكثر نحو احتمالية عملية تسلل وأيما كان الأمر فإن التطورات تشير إلى عدم وضوح الرؤية إزاء التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط ما بين طي الصفحة أو الانجراري نحو حرب مباشرة أو بالوكالة